وانت شاب صغير بتطلع السلم جاري وبتلعب رياضة وبتشيل حاجات تقيلة وبتبقى في صحتك تمام ومش حاسس بأي مشكلة عضلات قوية وانت بتجري على السلالم بتلاقي ساعات جنبك واحد كبير في السن عمال يكافح مع كل سلمة وبيطلع ببطء وتعبان وممكن يستريح في وسط السكة كذا مرة وممكن مقدرش يطلع خالص وانت ماشي جنب وبتجري وبتتخيل يعني عمرك ما كنت تتخيل في يوم انك ممكن تبقى زي الشخص ده لكن الشخص دوت كان في يوم الايام زيك ويمكن احسن منك كمان فايه اللي بيحصل على مر الزمن لو ان عضلات الانسان بتقل بنسبة واحد في المية كل سنة من بعد سن التلاتين يعني عند سبعين سنة بيفقد اربعين في المية من عضلاته وطبعا عند سبعين سنة بيبقى اكتر وده اللي بيخليه مش قادر يتحرك وبيخليه ضعيف وبيخليه تعبان طيب ازاي نقلل من ضعف العضلات دي ازاي نحافظ على عضلات القلب من الضعف لانها بتضعف كمان مع السن تعالوا نشوف مادة طبيعية موجودة بجسمنا لما بتقل بيحصل ايه موضوعنا النهاردة عن القل كارنتين وكمان اخوه الاسطايل القل كارنتين ودول مادتين طبيعيتين بينتجهم الانسان وبتنتجهم خلاياه وبتنتجهم الميتوكندرية وبيقلوا تدريجيا مع الزمن الكارنتين والاسطايل كارنتين دول بيسموهم الناقل بتاع الدهون احنا لما بناكل دهون الدهون دي ما بتقدرش تخش جوه خلايانة كده ولا تقدر تخش جوه الميتوكندرية كده من نفسها زي العربية العربية ما تقدرش تحرق البنزين اللي لما يدخل جوه التانك وكمان يتنقل للمطور الحاجات اللي بتنقل البنزين الى التانك اللي هو الخرطوم بتاع البنزين واللي بتنقل البنزين من التانك للمطور هي دي زي الكارنتين في الخلية هي دي زي الأسطايل كرنتين اللي بتنقل الدهون من برى الميتوكندرية اللي هي الفرن بتاعنا إلى جوة الميتوكندرية علشان يحرق الدهون فزي ما قلنا أن كتلة العضلات بتقلب نسبة 1% كل سنة لو أن نسبة المادتين دول كمان بتقلب نفس المعدل في السن فهل يا ترى لهم علاقة بالوهن اللي بيحصل في عضلات الإنسان مع تقدم السن وهل يا ترى لو أخدناهم من برى كمكمل غزائي وعوضنا بيهم إلى حد ما هل ممكن نتلافى النقص ده وهل ممكن نتلافى الوهن اللي بيحصل للعضلات وهل صحيح الشباب اللي بيروحوا أنديت الجيم وبيلعبوا جيم ومدربين الجيم يقولوا لهم عشان تبنوا عضلات بسرعة أكتر تاخد إيه لكارنتين هل فعلا الكلام ده اللي بتقال ده صحيح تعالوا نشوف الموضوع ده زي ما نشوف عندنا هنا في الرسمة الدهون دي تقدر تمثلها بجراكن البنزين دي عشان تخش الميتوكندرية وتتحرق فيها لازم مادة الكارنتين توصلها إلى داخل الميتوكندرية عشان تبدأ عملية الحرق اللي بيسموها البيتا اوكسيديشن ودي العملية معقدة بتحرق الدهون فيها وتحولها الطاقة اللازمة لعمل الإنسان ككل لو قلت نسبة الكارنتين بتقل نسبة إدخال الدهون جوه الميتوكندرية وبتقل نسبة الحرق فزي ما قلنا نسبة الكارنتين بتقل مع الزمن فالدهون بتقتر في الدم وتتراكم في الجسم وتلاقي جسم الإنسان يدخل لكن حرق الطاقة بتاعه بيبقى قليل نظرا لنقص الكارنتين عنده المخ كمان بيحتاج كارنتين القلب بيحتاج كارنتين فأجزاء الجسم كلها بتتأثر مش بس عضلات الجسم بنقص كارنتين التدريجي على مدى عمر الإنسان طيب نشوف الدراسات اللي عملت أو اللي أثبتت الكلام ده وإزاي أثبتت إن أخذ القلب لكارنتين ممكن يفيد في الصحة دراسة سنة 2009 بتقول إن نقص الكارنتين اللي بيجي مع السن بيبوز الميتوكندرية وأداء الميتوكندرية ويبوز الميتابوليزم الدراسة دي لقيت إن لو ما جدنا بطبعا عملوها على فران فضلوا يدوهم لمدة 12 شهر يعني معظم عمرهم أكل دهني بطريقة عالية جدا لغاية ما الفار تخم وبقلز وتعب وبدأ يجي له السكر وبدأت الدنيا بوز عنده فقاسوا نسبة الكارنتين في عضلتهم لقوها بتقل مع مرور الوقت ده ومع التغذية الخاطئة والسمنة والكلام ده لقوا الكارنتين قال عندهم بمعدل والحرق قال عندهم بمعدل كبير جدا الجميل في الدراسة دي إن الفران التعبانة دي واللي الحرق عندها باز والكارنتين عندها قال لما ادوهم لمدة 8 أسابيع كارنتين كمكمل غذائي في الأكل بتاعهم كارنتين من برة بدأ يعوض الكارنتين الداخلي وحالتهم بدأت تتحسن ورجعت السمنة بتاعتهم قلت والتكسير والحرق بتاع الجلوكوز وبتاع السكر عندهم بدأ يبقى زي الطبيعي جدا جدا فديستنتجوا بالدراسة دي إن احنا استنتجوا منها لكن ما جربوهاش على بني أدمين إن احنا ممكن ندي إقارنتين ده في وجود مشاكل صحية نتجة عن السوق التغذية المفرط زي الناس اللي بتدخن وزي الناس اللي عندهم السكر ونشوف دراسة ثانية بتثبت كده فعلا على البني أدمين دراسة كمان لقيت إن أمراض القلب اللي هو شيخوخة القلب أو التعب اللي بيجي في القلب عنده كبار ممكن التعب ده نعالجه بالأسيطايل اللكارنتين الأسيطايل اللكارنتين بيمكن يصلح من القلب والدراسة دي بتوصي إن إن احنا ندي الأسيطايل اللكارنتين اللي عندهم الكونجيستف هارتفلير اللي هو هبوط القلب الاحتقاني وده مرض خطير جدا 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 بيجي لمعظم الناس الكبار في السن وخصوصا المدخنين قلبهم بيتعب ويبدأ تلاقي عندهم ورم في القدم القدمين تضغط على رجله وتبص تلاقي انها صباعك بيغرز ده نتيجة لتراكم السوائل في الأطراف ونتيجة لعدم عمل القلب بصورة جيدة ولقوا ان الأسيطايل الكارنتين لو الدناب يحسن جدا جدا من وظيف القلب وضروري ان ديه في حالات أمراض القلب والناس اللي عندها القلب كمان دراسة لقيت ان الأسيطايل الكارنتين بيحمي الخميرة جربوها على الخميرة من الموت المبكر يعني باقتصار بيطول عمر الخميرة أو فطريات الخميرة وطبعا مش معروف هل ده التأثير ده بمتد الإنسان هل ممكن لو أخد الإنسان القلب كارنتين يطول من عمره والأعمار طبعا بياه لله لكن ديه كدراسة ده طبعا ممكن تدرس على الإنسان ونشوف ولو كانت صعبة احنا بندرس على الخميرة لأن فترة عمر الخميرة كلها بتبقى يعني ساعات معدودة فنقدر نعرف دول عاشوا قد ايه واللي خدوا أو اللي حطنا له بالإل كارنتين عاشوا قد ايه ولقوا كمان من الدراسة دي إن الإل كارنتين بيصلح من الميتوكندرية عندهم يعني ميتوكندرية عندهم المشاكل اللي بتحصل فيها بيصلحها بدرجة كبيرة جدا والدراسة دي بتوصي بإعطاء الأسيطايل الإل كارنتين في حالة جلطة المخ وحالة جلطة القلب وحالات الجهاز العصبي مشاكل الجهاز العصبي زي الناس اللي بيجيلها المرض الشلل للرعاش والناس اللي بيجيلها زهايمر كل دول لازم ضروري ياخدوه كمكمل غزائي الأسيطايل الإل كارنتين علشان الحفاظ على صحته الدراسات دي وتراكم الدراسات دراسات كتيرة جدا يعني مئات الدراسات ما نقدرش نحن نقولها كلها هنا في الحلقة الصغيرة دي دفعت الFDA اللي هي هي هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية إنها توافق على الإل كارنتين والأسيطايل الإل كارنتين اللي أمراض كتيرة جدا منها وهن العضلات اللي بيجي مع السن والضعف عضلات القلب والحالات اللي طاقة الجسم فيها بتقل بدرجة جبيرة جدا الإل كارنتين بيساعد على الحرق فالناس اللي بتحب بتخسر وزن وخصوصا وزن الدهون بتاخد أو ضروري تاخد الأسيطايل إل كارنتين لأنه بيقلل كمية الدهون في الجسم ويزود كمية العضلات في الجسم تمام؟ فده مهم جدا لصحة الإنسان والحفاظ على كتلة العضلية والقلب بتاعه والمخ كمان بتاعه الأسيطايل إل كارنتين بيساعد في الطاقة في إنتاج الطاقة وفي دراسات اتعاملت على الفقران بكده وأثبتت الكلام ده وتعاملت على البنقادمين أهم دراسة بقى إن لقوا إن الأسيطايل إل كارنتين بيعالج الاكتئاب المزمن وبيعالج أصعب حالات الاكتئاب التي لا تستجيب للأدوية الاكتئاب المعروفة كلها يعني كل جميع أدوية الاكتئاب اللي ما بتجيبش معاها الأشياء الحالات اللي بتجيبش معاها نتيجة لقوا إن الأسيطايل إل كارنتين بيجيب نتيجة رهيبة وفي أيام معدودة فالدراسة دي بتوصي ان يتاخد الأستاين كيل لكارلتين لأي مريض اكتئاب نظرا لضعف نشاط المخ عنده ولزيادة طاقة المخ ولزيادة عمل خلايا المخ والميتوكندرية داخل المخ ودراسة مهمة جدا دراسة تانية مهمة جدا لو ان منشطات التبويض في الناس الستات اللي عندوهم تكيز في الموايد وعندوهم تأخر في الحمل لما بيدوهم منشط للتبويض حاجة اسمها كلومي فينستريت او اسمه كلوميد في السوق لقوا ان لو ادوا معهم الالكارلتين بيحسن جدا جدا من جودة البويضات ومن التبويض الدراسة دي اتعملت عندنا في مصر في جامعة عين شمس على اربعة وتسعين امرأة من اللي عندوهم تكيز في الموايد قسموهم لمجموعتين مجموعة ادوهم الالكارلتين تلات مرات في اليوم مع المنشط بتاع التبويض ومجموعة ادوهم منشط التبويض بس لقوا ان المجموعة اللي خدت الالكارلتين مع منشط التبويض اتحسنت التبويض جودة التبويض عندهم بنسبة سبعين في المية مقارنة بنسبة اربعة واربعين في المية بس للتبويض عند الناس اللي خدوا المنشط بس فده طبعا يعني تقريبا ضاعف حالات او ضاعف التحسن في التبويض عند الستات اللي عندهم تكيز موايد وعندهم تأخر في الحمل فدراسة ممتازة وجميلة جدا دراسة تانية اتعاملت في طنطة جامعة طنطة على تمانية وخمسين حالة جوهم ادوهم دواء السكر اللي هو الجليمي برايد ده دواء من ادوية السكر طبعا ده بينشط انتاج الانسولين عشان يعالج نوع السكر من النوع التاني اللي هو السكر المشوراسي السكر بتاع الكبار لو انه هما لو ادوهم الالكارلتين لمدة ستة شهر التحسن بتاعهم للسكر بيزيد اكتر بكتير جدا جدا من انه هما ياخدوا دواء السكر بس فطبعا بقى ينصح بالوقتي ان يتاخد مع ادوية السكر الالكارلتين يعني قبل ما ننهي الموضوع الكلام الشيق على الالكارلتين هنقول ان احنا عندنا هنا في مصر يوجد الالكارلتين في السوق تنتجه شركتين انت ممكن تروح للصيدالي تسأل عنه الالكارلتين ده موجود في ايه هو موجود باسمه او فيه برضه اسم تاني تجاري وفيه بعض الشركات دي بتحط معاها زينك عشان كان مفيد له فوايد كتيرة يعني ممكن نقولها في مرة تانية انما الاسيطايل الالكارلتين وده يعني يمكن اهم منه ده لسه مش موجود في مصر وياريت احدى شركات الادوية تقدم عليه وتنتجه في بلدنا لانه هو مفيد للصحة جدا جدا والاثنين الكارلتين والاسيطايل كارلتين الاثنين بيعتبروا مكمل غزائي ومواد طبيعية لان جسمنا بينتج زيهم وبيقلوا مع الزمن دي كانت حكاية الاسيطايل كارلتين النهاردة والقل كارلتين وإذا اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله